أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بأعمال حماية شواطئ الأسكندرية وتوسعة الكرنيش مشيرا إلى وجود إجراءات عاجلة لحماية الكرنيش وخلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حماية شواطئ مدينة الأسكندرية وتوسعة الكرنيش شدد مدبولي على أن استعادت شواطئ المدينة تحظى بأولوية قصوى وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراء في استكمال تنفيذ مشروع حماية شواطئ الأسكندرية لما له من أهمية قصوى في تقليل الأثار الناجمة عن التغيرات المناخية مع ضمان استدامة الأعمال التي يتم تنفيذها